مواصلة لزيارات التفقدية للنائب البرلماني منصورة حامد نوري داخل مدينة فايع حضرت بركو حيث زارت محطة ضخ المياه بالمدينة للوقوف على سير العمل فيها كان ذلك برفقة حاكم الإقليم وعمدة مدينة فايع محمد سنة عبد رسول مواصلة لزياراتها التفقدية لأهم القطاعات بإقليم بركو حيث قامت النائب البرلماني منصورة حامد نوري بزيارة إلى صهريج المياه بمدينة فايع وأن هذا الصهريج تم بناؤه منذ العام 2005 بسعة 500 متر مكأب كما تفقدت النائب البرلماني والوفد المرافق لها الأجهزة من مولدات كهربائية ومضخات المياه واستمعت إلى شروح مفصلة من قبل أمدة بلدية فايع الجهة المكلفة بالتسيير هذه المهطة كما لاهزت أن هناك صعوبات تتمثل في أدم وجود فنيين أكفاء وأيضا عدم سيانة الأجهزة والمعدات بصورة دورية ومنتظمة وأقب الزيارة فقد تلبت من اللجنة المكلفة بتسيير محطة المياه بفيا الإصراء في سيانة الأجهزة والمعدات التالفة بغيت توفير المياه الصالحة للشرب للسكان كما أكدت بأنها ستعمل ما بوصئها من أجل حلحلت تلك المشكلات لأن الماء أساس الحياة وبهذه الجولة ختمت منصور محمد نوري زياراتها التفقدية بإقليم برقو ترجمة نانسي قنقر